بيّنت عدة تقارير وجود حالة الفايروس كورونا في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قبل موعد انتشار المرض حيث أشار علماء فرنسيون أنهم حددوا حالة إصابة محتملة بفايروس كورونا يعود تاريخها إلى ديسمبر من العام الماضي بعد أن أجرى مشفى لوبيتال باغيسان اختباراً لمرضى الارتهاب الرئوي المستشفى توصل بعد أن أعاد فحص عينات المرضى إلى أنه عالج رجلاً كان مصاباً بمرض كوفيد-19 في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي قبل نحو الشهر من تأكيد الحكومة الفرنسية ظهور أول حالة أعاد فحص عينات المرضى بالتأكيد مرضى فيروس كورونا بعض العلماء قالوا أن وجود حالة مصابة بكوفيد-19 قبل تفشي الوباء ليس دليلاً على أن الفايروس بدأ ينتشف أوروبا في وقت مبكر أكثر مما كان يعتقد وأشار الأطباء في إيطاليا أيضاً إلى اكتشاف حالات إصابة بفايروس كورونا في البلاد قبل فترة طويلة من الإعلان رسمياً عن المرض وبدأ الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية في العثور على أدلة على أن الفايروس كان يصيب ويقتل الناس في أخت سابق عن الحالات المبلغة عنها الأولى هناك وشكك بعض العلماء ببراسة التي نشرت على الإنترنت مشيرين إلى أن السجلات الطبية لم تكن شاملة وقد تكون بعض المعلومات ذات الصلة مفقودة وبدورها دعت منظمة الصحة العالمية دعت الدول الأخرى لتحري أي حالة مبكرة يشتبه إصابتها بالمرض الناجم عن الفايروس كورونا وحثت المنظمة دول أخرى على فحص سجلات حالة الالتهاب الرئوي ذاتي المصدر غير المحدد في أواخر 2019 قائلاً إنه سيعطي العالم صورة جديدة أكثر وضوحاً عن تفشي فيروس كورونا